لدى حضور سموها الاحتفال أبل يوم الوطني لدولة قطر الشقيقة أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر عن تهانيه الصادقة لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الوطنية وقال سموه إننا نشارك الأشقاء في دولة قطر الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة ونشعر بالسعادة لما تشده الدولة الشقيقة من إنجازات تنموية وحضرية كبيرة تعكس ما تتمتع به قيادة وشعب قطر من سمات أصيلة لتحقيق أعلى درجات الرفعة والتقدم وشدد سموه على أن كل نجاح تحقيقه دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد نجاحا للمنظومة الخليجية مجتمعة ويؤكد مدى قدرة شعوب دول المجلس على تحقيق ما تتطلع إليه من رفعة وازدهار وأشار سموه إلى أن العلاقات بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة تشهد تطورا متناميا يجسد عمق أواصل الأخوة والتعاون التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يجمع بينهما من حرص مشترك على توسيع آفاق العلاقات إلى آفاق أوسع تلب التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين ونوى سموه إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين ترتكز على روابط تاريخية قوية وشائجة قرب متينة تعززها رغبة أكيدة من قيادتي البلدين في التعاون المثمر في كافة المجالات وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد حذر الاحتفال الذي أقامه سعادة الشيخ جاسم بن محمد بن سعود الثاني سفير دولة قطر لدى مملكة البحرين في فندق الخليج مساء اليوم بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة حيث رفع سموه أصدق التهاني والتبركات إلى صاحب السمو الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر ومعلي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وإلى شعب دولة قطر الشقيق بهذه المناسبة الوطنية العزيزة وأعرب سمو عن تمنياته لدولة قطر الشقيق قيادة وحكومة وشعبا مزيدا من الرفعة والإزدهار سائلا سموه الله عز وجل أن ينعم على دولة قطر وشعبها الشقيق بدوام الأعياد والأفرح من جهة أعرب سعادة الشيخ جاسم بن محمد بن سعود الثاني سفير دولة قطر لدى مملكة البحرين عن أسماءات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تشريف سموه الحفل مشيدا بما يوليه سموه من حرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين وقال إننا نقدر تشريف سموه للاحتفال وهو الأمر الذي ينم عن مدى اهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدعم كل ما من شأنه تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين منوهان السفير بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطور في مختلف المجالات في ظل قيادتها الحكيمة موسيقى 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 موسيقى